غني خليه بقى نتكلم معك النهاردة مش هنتكلم عن التحليل ما بعد المباراة زي ما دايما بيحسخ يا نقول النهاردة تتوقع أداء الأهلي هيكون عامل زي خاصة يونج أفريكنز مش فريق ضعيف أو فريق بسيط يمكن بشوف المباراة بشكل مختصر استكمالا لما ظهر عليه نادي الأهلي أمام بلدية المحلة الأريحية اللي عليها الفريق بعد حسمه صعوده بشكل مبكر بصرف النظر عن هتصعد في الترتيب الأول أو ترتيب تاني نادي الأهلي عودنا في السنوات الأخيرة حتى في صعوده في المركز التاني قادر يكون منافس بالبطل للبطولة ويمكن بيبتهج ويتفاء الجمهور الأهلي أكتر بصعوده في المركز التاني فالمباراة خالية من الضغوط تماما بعد مكسب كبير جدا جدا على بلدية المحلة 5-0 في طولة الدوري حالة الحالة المعنوية للعيبة جيدة يمكن بشوف فيه فجوة أيضا ما بين الأهلي وينجي أفرقنز وكل فرق المجموعة يمكن لأول مرة من 3-4 مواسم النادي الأهلي يصعد في الجولة قبل الأخيرة الأهل طوال الوقت الموضوع بيبقى متعقد لكن هذه المرة الأهلي حاسم بدري بسبب الفجوة ما بين الأهلي والآة والمنافسين فأعتقد أنها هتبقى مباراة سهلة يسيرة استمرار للحالة اللي كان عليها الأهلي أمام البلدية خاصة بعد استعادت كتير من مصابي بيرتستا وريضا سليم نهاردة أحمد نبيل كوكا بيعود أيضا فأعتقد أنها هتكون يعني ليلة ممتعة الجمهور الأهلي وحاسم لصدارة المجموعة حسأل حضرتك يعني توقعاتك ليه التشكيلة اللي حيلعب بيها كولر النهاردة والتيكتيك اللي حيلعب بيه أعتقد أن كولر هيكون جد في المباراة يعني مش هتعامل معها بتراخي رغم من الفجوة زي ما ذكرت لكن أعتقد أنه هيلعب بتشكيلة جدة جدا وهيلعب بكم القويته بشوف أن بداية المباراة تكون مصطفى الشبير وفي الجهة اليومنا محمد هاني ومحمد عبد المنع مرام الربيعة وعلي معلول في نص الملعب النهاردة ممكن نشوف يعني تبديل شوية هشوف عمر السولية مع مروان عطية مع محمد مجدي أفشا أو نبيل كوكا إذا قرر يعيده من البداية في التلت الأخير طبعا ده المكان اللي الأهلي عنده فيه حيوية أكبر في الفترة دي خاصة مع دخول وسام أبو علي وحرص مرسل كولر أيضا على الاستفادة من مودست أو أعطاء مودست أكتر لكن أعتقد أنه هيكون استمرار للدفع بوسام أبو علي بعد البداية قوية جدا أمام بلدية المحلة وتسجيله هدفين وبشوف أن بيرسيتاو هيكون متواجد وردسليم لأن أعتقد أن ردسليم وبرسيتاو هم الجناحين اللي بيفكر فيهم مرسل كولر أن يستعين بيهم أمام الزمالك في نهاية كرس مصر فهيديهم داي أكتر ويستعين بيهم أكتر أمام ينج أفريكانز عشان يجهزهم لنهاية كرس مصر طيب زي ما كنا بنتكلم معيك يا أساس سعيد ينج أفريكانز مش فريق ضعيف وفيه لعيبة مهاريين جدا صحيح الأهلي عنده غيابات تفتكر أن الأهلي هيقدر خلينا نقول لي وقف الخطورة خطورة لعبين ينج أفريكانز طيب خليني أقول لحضرتك أن ينج أفريكانز ربما يكون فريق صعب على ملعبه لكن لما يكون في القاهرة وضيف على النادي الأهلي هتتضح وتظهر أكتر الفجوة في المستوى ما بين الفرقين صحيحة وفريق بيتمايز بقدرته على صناعة التحولات الخطيرة لكن في القاهرة ده بيكون صعب شوية أمام نادي الأهلي وأعتقد نادي الأهلي في الفترة الأخيرة في آخر مباراة بالتحديد استعاد كتير من قوته واستعاد كتير من العناصر اللي كان بيفتقدها بشوف النادي الأهلي النهاردة من بداية المباراة قادر على فرض سيطرته قادر على أنه يتحكم في الرتم بشكل كامل شعوري وتوقعي ويمكن يقيني كمان أن الأهلي قادر يغيب ينج أفريكانز تماماً رغم أنه فريق زي ما حضرتك بيتماس جداً بامتلاك بعض العناصر في التلت الأخير من الملعب بالتحديد وقدرته على صناعة التحولات عبر الحجمات المرتدة لكن الأهلي بدأ يستعيد حالته وبدأ يستعيد يقضيته التنافسية الشديدة ما بين عدد كبير جداً من اللاعبين على المركز الأساسي يعني بتشوف في التلت الأخير مثلاً من الملعب النهاردة فيه ريدا سليم حسين الشحات بيرستاو السولاسي بيتنافس على مركزين فقط والتلاتة عينهم على نهاء الكاس فالتنافسية دي بتخلي العيبة تطلع أفضل ما عندها النهاردة وسام أبو علي بينافس مودست وعينه على الكهرباء اللي برة فأعتقد أن الحالة دي بتخلي الأهلي قادر يصنع الفجوة وقادر يحقق نتيجة كبيرة كمان حالك قلت عينه على نهاء الكاس هل مطش النهاردة كأنه بروفا لنهاء الكاس اللي حيكون يوم 8 مارس ما بين كاس مصر ما بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية جزء كبير منه من شغل كولر تفكير في مباراة الكاس وتجهيز العناصر لمباراة الكاس أيضاً مش بس على مستوى التاكتك لا كمان على مستوى تجهيز العناصر اللي لسه رجع من إصابات يعني هو النهاردة بيفكر أن أنا أدي عدد دقايق أكتر لردس لي ملعقد من الإصابة علشان يستطيع خلال الفترة دي يصل زي ما ده وقت طويل جداً جداً أمام البلدية وصبر عليه لنهاية المباراة والهدف منه أن أنا استعيد فرموتو كاملة قبل نهاية كاس مصر النهاردة أيضاً هيصر على الدفع به وهيديه وقت طويل جداً ده يسهم أنه يصل لحالة بدنية جيدة جداً كذلك بيرسيتاو فهو والنهاردة نبيل كوكا هيعود وهيديه جزء كبير من المباراة اللي لم يبدأ أنا متأكد أنه هيديه جزء من المباراة عشان يكون جاهز واحد من الخيارات المتاحة ليه أمام نادي الزمالك لأن كوكا قبل إصابته كان عنصر فعال جداً في الفريق أدى كاس عالم للأندية ولا أروع فأعتقد هي فرصة لتجهيز العناصر وتجهيز واختبار التاكتك اللي بيفكر فيه أو هيخد به نهاية كاس مصر أستاذ سعيد من ضمن يمكن مش هنقول مشاكل ولكن يعني من ضمن النواقص كده زي ما بنقول كان في النازل أهلي كان بيكلم عليها مرسل كولر فكرة وجود مهاجم صحيح هو كان قالي أنه هو محتاج مهاجم صحيح بعد انتبعنا بعض استفقات وفي ناس شايفة أنه لسه الأهلي محتاج مهاجم ولكن مؤخراً شوفنا وسام أبو علي مهاجم فلسطيني كان قدم أداء كويس جداً الحياة قدام بلدية المحلة هل مشكلة المهاجم عند النادي الأهلي اتحلت هل وسام أبو علي هيبقى كافي؟ أعتقد أن بدري شوية أننا نصدر حكم على الإضافة اللي يقدر يقدمها وسام أبو علي وإن كانت البدايات مبشرة جداً وإن كان قطاع كبير من جمهور الأهلي متفائل بالظهور اللي شافه أنا شخصياً بشوف سام أبو علي عنده كتير من المقومات اللي تناسب مهاجم نادي الأهلي وإنه على أقل تقدير بيعالج نواقص كانت موجودة في موديست وموجودة في كهربا مثلاً على سبيل المثال هو أقوى من الصنائي في عملية الضغط على الموديست لأنه إمكانيات يعني فيه إمكانيات ممكن نشتغل عليه هو عنده قدرات البدنية عالية جداً مقوماته الجسمانية أفضل من كهربا وأكيد أكيد أفضل من موديست لأنه سنه كبير وغير قدر على أنه مارس ضغط أفضل من أبو علي الموديست الموديست ده محير الناس كلها محير الجماهير والغاية دلوقتي ناس كتير أو جمهور كتير من النادي الأهلي بيشايف أنه موديست بيقدم اللي عليه أو أقدم أوراق اعتماده كمهاجم يعني يعتمد عليه في النادي الأهلي طبعاً موديست إمكاني أنا بشوفه مهاجم يعني لا يصلح أنه يقبود النادي الأهلي لا يصلح لا طبعاً بالتأكيد لا يصلح لأنه بدنياً هو مهاجم شبه منتهي يعني متراجع جدا جدا يمكن وانا بتكلم دلوقتي عن ابو علي قلت ان اهم ميزاته ان قادر يمارس الضغط اللي مستحيل يمارسه ان قادر يتحرك في المساحات ويطلب الكورة الرياقة والسن والسلام ده بيلعبوا دور مهم جدا مهم جدا جدا خاصة في تاكت الكولر كولر في وقت كتير جدا بيعتمد على لعب قطري ولعب طولي في المساحات وراء المدافعين ويمكن دي الميزة اللي ميزة الكهرباء انه زاكي في اختيار المراكز وطلب الكورة والتحرك في المساحات خلف الدفاعات الخصوم دي ميزة او فكرة لا يستطيع ابدا مودست انه يقدمها اعتقد هيقدمها افضل منه وسامة ابو علي وهيقدمها افضل منه القهرباء ايضا بشوف ان مودست ربما تقتصر كل امكانياته في انه يكون مهاجم قريب من السندوق انك بتكسف من كرات عرضية وده ما بيحصلش كتير ده ممكن يحصل في جزء معين من المباراة يعني مثلا اخر ربع ساعة عشرين دي الامور تعقدت فانت مضطر انك تلعب بشكل مباشر اكتر تكسف كرات عرضية بتحتاج اكتر من مهاجم جوه السندوق فده يعني يعني بيحصل بشكل نادل ده بيفكرني بزمان مع من والجزء لما كان بيقرر في وقت واحد العب بوسامة حسني وعمد متعب وفلافيو وكسف كرات عرضية فيعني مودست يقتصر دوله ربما على ربع ساعة اذا احتاجتها وعشرين دي لكنه ليس المهاجم المناسب للنادل اهلي نرجع تانين لبطولة خلينا نعرف منك السيناريوهات ايا كانت في حالة ان الاهلي صعد اول او تاني طبعا النادي الاهلي لو صعد في المركز الاول اعتقد كل المتنافسين اللي في المركز التاني هيتم اجراء قرع كل المتنافسين المحتملين للنادي الاهلي في المتناول عدا منافس واحد المنافس الواحد ده هجدنا من مجموعة سانداونز ومزينبي اللي بنسبة كبيرة جدا جدا سانداونز عنده المبرارة الاخيرة هيستقبل مزينبي في ملعبه في جنوب افريقيا وفوزه يعني صعوده في المركز الاول اذا النادي الاهلي يعني ابتعد عن سانداونز في حال فوزه مزينبي هو اقوى مرشح محتمل في المركز التاني للنادي الاهلي وده الاقرب هو اقوى مرشح محتمل في المركز التاني هتلاقي في نفس الترتيب التاني الخصوم المحتملة نادي سينبا تنزاني نادي الترجي التونسي ايضا ترجي هو اسم كبير جدا لكن حال الفترة الأخيرة، الفترة الأخيرة بأدامه يعني متراجع. حالته الثانية متراجعة جداً جداً، فيعني مفيش مخاوف على النادي الأهلي بعد صعوده في الترتيب الأول أو في قومة المجموعة النهاردة، مفيش أي مخاوف، لكن النادي مازمبي قادر على صناعة ندية كبيرة جداً إذ استضم بالنادي الأهلي، فاعتقد ما اتمناش إن الأهلي يستضم بدري بمازمبي. طب نرجع للمتش النهاردة طبعاً الصعود محسوم، زي ما حققتك قلت، لكن برضو فكرة إننا دايماً بنستهتر بالخصم أو الطرف الثاني، يانج أفريكانز شايفه إزاي أداءه إزاي في المباريات اللي فاتت بمواطن القوة والضعف في الفريق إيه؟ يانج أفريكانز ربما هو فريق يعني منظم بيعرف يجيد أو يلعب على الارتداد أمام فرق زي ندي الأهلي هو بيجيد التكتل والاعتماد على التحول والارتداد. عنده سرعات في التلت الأخير آآ قادر بعدد قليل جداً من اللمسات إنه يصل لمرمى المنافس لكن في النهاية هو الفريق دفاعياً مش مش الفريق اللي يخوفك أو اللي هو تكتل بتاعه وصعب إن انت تفكه وأعتقد إن النادي الأهلي آآ مش هيلاقي صعبات كتير النهاردة إن الأهلي مش هيلاقي صعبات كتير ربما في مباريات الزهاب فقط بسبب ضغط المباريات بسبب الإجهاد بسبب أمور تانية بسبب سوق الملعب واجه بعض الصعبات لكن الصعبات دي أعتقد إنها هتتلاشى النهاردة مش هتم موجودة آآ خاصةً مع زي ما قلت لحضراتك مع عودة عدد كبير من اللاعبين فمش مش هشوف الصعبات النهاردة عندي يانج أفريكانز واشوف إن إن من قط ضعفه أيضاً إنه آآ عنده مش هيلاك كتير في التلت الأخير من الملعب وعنده مساحات بتظهر آآ بشكل واضح ما بين الأزهرة وقلوب الدفاق أنادي الأهلي بيوجود اللاعب في هذه المساحات بشكل رائع جداً جداً فأعتقد إن النادي الأهلي قادر يخرج النهاردة بنتيجة كبيرة قادر يقرر انتصاره آآآ آآ 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 يقدم مبارات شبه مبارات البلدية رغم إن احنا في مفليفل تاني وفي مستوى تاني ومع منافس تاني ومع فريق من المفترض أنه من الفرقة زات الجودة العالية في الفترة الأخيرة برضو مارسل كولر يعني البعض بيرى أنه هو كمدير فني متوقع يعني خطواته دايما متوقعة تغييراته توقيتاته حتى متوقعة شايف النهاردة هيفاجئنا بأي شيء ولا نفس التاكتكس بتاعته هي هي كولر ثابت على شكل خططي أربعة ثلاثة ثلاثة لا يستبدله أبدا طوال الوقت لكن كولر ما تقدرش تتوقعه في عملية الروتيشن اللي بيقوم بيها يعني هو مدرب كثير التدوير في تشكيلته هو دايما قادر يبختج بعنصر ما كانش في حساباتك يعني في المجرار الأخيرة مثلا اعتمد على كريم ندفت بعد غياب طويل جدا جدا ولا واحد توقع أن يكون كريم ندفت في التشكيل كولر من المدربين اللي بيبقى عينهم بحل المنافس كويس جدا وما عندوش فكرة أن السباب طوال الوقت على التشكيل لا أنا ممكن أدخل بعنصر أو اتنين لأنهم أنسب لمواجهة هذا المنافس كولر طوال الوقت قادر يعمل دي نحط في اعتباراتنا أيضا زي ما ذكرت أن عندنا مبارات الكاس في عينه عليها فهو برضو مركز النهاردة في اختيارات وللتشكيل مين أنا محتاج أجهزه أكتر لمبارات الزمالك مين محتاج أن أنا حافظ عليه لمبارات الزمالك لو عنده إجهات أو تعالى تبتفتكر مين بقى محتاج يحافظ عليه أكتر لمبارات الزمالك هو يعني كولر وكل الأهلوية إدهم على قلوبهم في مركز قلب الدفاع لأن نادي الأهلي عنده أزمة في قلب الدفاع النهاردة لقدر الله إصابة محمد عبد المنعم أو رامر ربيعة تعني عدم وجود أي بديل يمكن كولر في فترة أخيرة بيتجرب محمد هاني وبيتجرب عمر كمال في مركز قلب الدفاع تحسهم لأي ظرف لأنه الخيارات محدودة جدا وكل أهلوية يعني وعين جدا أن النقطة دي هم بتخوفين من إصابة أي لعب في قلب الدفاع طيب نروح أستاذ سعيد لكهربا قصة كهربا وهو كالمستبعد يعني فنيا إيه اللي هيحصل معنا كهربا يعني المستبعد فنيا دي ده كلام اللي هو كلام دبلوماسي جميل حلو بنحاول نداري به الأزمة الحقيقية لكن كهربا هي أزمته الحقيقية فعلا لأنه تغيب عن المباراة الأخيرة أعتذر لظروف شخصية اللي هو فرح شققته فبالتالي هو الراجل عنده سمح له دي ما تلفعش أسباب فنيا خالص فهو الراجل سمح له قال له معنيش مشكلة لكن أنت عشان تستعيد مكانتك تاني في التشكيل أنت خرجت أنت قررت أن أنت تخرج ففي زميل هياخد مكانك عشان تخرج أنت عليك أن تقاتل عشان تاخد مكانتك مرة تاني لكن هو الراجل مش هيقفل الباب لأنني أنا بقول في حالة مهمة جدا هو كولر محتاج كهربا وأنا براهن على أن رغم انضمام مسامة أبو علي ورغم أن بدأت نبر التفاؤل إلى حد ما بتسجيل مودست لكن كهربا ما زال المهاجم الأسكى والأفضل ما بين الخيارات المتاحة أمام كولر والسبب علي يتميز بدنيا بقدرات عالية على المستوى البدني على المستوى الجاري لكنه مش بذكاء كهربا كهربا لعيب مقار أوي لعيب واعي أوي لعيب عارف يقف فين وإمتى ويخلص إزاي فأنا على يقين كامل أن مورد وقت يعني هو يعني بيعجبه أرثة ودنة زي ما بنقول على الحركة أنت عملتها هيستعيد مكانته وهيقدر من تاني يكون هدفنا دي الأهلي ويعود لقرارة تشكيل الأهلي